وبعدين يطلع واحد يقول لك ايه? المشاريقة الضخمة في البلد دي كلفت اتنين تريليون. عوز بالله عوز بالله عوز بالله. ده مصر كان بتفلس يا راجل ايه? ده السيسي نفسه. اللي قال لك ان مصر كانت على وشك افلاس قبل تلات سنين. قبل تلات سنين كان في ايه يا ولاد? قناة السويس التفريعة. التفريعة الكلفت كام? تمانية مليار. اربعة للحفر. عنا شوفوا عطار زي ما انت فكر بفزلين ومن الانفائق. كل نفق اتكلف مليار دولار. كل نفق اتكلف مليار دولار اربعة واربعة تمانية. تمانية في ت Manたشر بكام يا معلم? قول مية حاجة وتلاتين مليار. مية حاجة. قول مية واربعين مليار مسا. مية واربعين مليار يا معلم. ضيف عليهم. العاصمة الادارية الجديدة. المشروع اللي بيفحطونا في ده. المرحلة الاولى بالتكلفة كامي معلم؟ اسمع الخبر ده. الحجم بتاع الاستثمارات مية سبعة وسبعين مليار. جنيه. حط البية سبعة وسبعين مليار. على المية واربعين مليار يطلقوا كام يا استاذ قل لي ليه انا مبقافش يحسب. قل كده. مية سبعة وسبعين زائد مية واربعين. قادي مية واربعين ودي مية سبعة وسبعين. كام? تلتمية وسبعتاشر ايه؟ مليار جنيه. واخده لك حط عليهم الدعم اللي تشال بكم مليار يا بيه? باربعين مليار دعم الوقود فاكر انت المرة اللي فاتت? اربعين عالتلتمية وسبعتاشر يطلعوا كم معلم? قول تلتمية وخمسين مليار. يعملوا ايه التلتمية وخمسين مليار في بلد زي مصر? اقول لك ولا اجيب حد يقول لك ولا اجيب لك اللوحات بتاعة سنة الفين وخمستاشر. نحن عادي يعني ممكن نتفاهم مع بعضنا. تحب اقول لك كم جامعة ممكن ينشأوا من ده? لو الجامعة بتكلف نص مليار جامعة على مستوى اقسم التلتمية وسبعتاشر والتلتمية وخمسين على اتنين يعملوا كم جامعة يا استاذ? مية كام? مية خمسة وسبعين جامعة كوبرة في مصر. لو عاوز تحسب السلاير التلتمية وسبعتاشر التلتمية وخمسين مليار السرير بيتكلف مليون جنيه السرير التبه. لو انت عندك مستشفى بالسرير الف سرير مش يقول لك التلتمية الحرب الف في كام يا معلم? الف في مليون بكام? بالف ومليون بمليار. يعني تلتمية وخمسين مليار يعملوا تلتمية وخمسين مستشفى سعة كل المستشفى كم? الف سرير الف في تلتمية وخمسين بتلتمية وخمسين الف سرير. يا صلاة النبي. They don't talk to us, محسوب وتعمل الوقت وتشغل كم الف عامل وتجيب كم الف دكتور وكم الف ممرضة وكم الف جهاز وتعمل ياه وتعمل سيحة علاجية بدل لما اخصت دعالة اللي انت عاملها في شرع الهرم دي ولا في شرم الشيخ يعني لو عاوز تبني بلد بجد يعني اهو ده سمينة سنة الفين وسبعتاشر تبني خمسمائة ده ايه ده فندق المثل واحد ابو مليار ينهر ابيض ده مليار واحد ده بمليار واحد كنا نعمل حاجات دي فضل يا عبد اهو جابلك من قديم الاستاذ عبر احمان بيقول لك ايه خد الكلام ده كنا هنفلس ليه حيلة لان انت حطتوا تلتمية وخمسين مليار اللي خطتهم تلتمية وسبعتاشر من العاصمة الجديدة ومية واربعين وحفر التفريعة حطتهم في الهوى وقلتولهم عشان نروح المعنوية وكده يا جماعة عشان كنت شايف الشعب روحوا هرطانة شوي مين اللي بيشئ اشاعات اشاعات مثلا مثلا يعني احنا اللي اطلقنا اشاعة عزل صدق صبحي واحنا اللي اطلقنا اشاعة محمود حجاز ان هو اتشار من السلطة ولا احنا اللي اطلقنا اشاعة النعانان في المستشفى ومحجوز وبيتحاكم لايكون احنا اللي املنا كده ولا احنا اللي الجد مع بعاطية وقلنا له اعمل الي له ايه علاج الكفطة مش دي اشاعة ولا حقيقة دي ولي ايه وكمان بالمناسبة هل احنا اللي قلنا ان الجزيرتين سعوديتين وابعناهم للسعودية اودينهم لها مش احنا اللي قول دي حقيقة يا عيان. والالف كيلو متر مربع ما تنسووش اللي انت اهدته لرحمد بن سلمان. حقيقة ولا? كلام? ما نزلش في تقرير ما نزلش في في اصدار في الصحيفة الرسمية. انا عاوزك تقول لي انت بنفسك. الاشاعة ان احنا عندنا حوالي ميت مليار دولار ديون خارجية. دي حقيقة ولا اشاعة? تعالي افتاح الاشاعة الوحيدة في مصر وفي العالم هي ايه? ان انت بتحكم مصر. ان قزم مثلك يحكم مصر. دي الاشاعة. يعني انا اتمنى في يوم الايام اصحى كده. ونقول يا دي كانت اشاعة. بس مش اشاعة حب بتاعت عام حليم حافز. ايه يا استاذ? ايه ايه? واحنا خلصنا من الهاري بتاع الاخوان هم السبب وهم كل حاجة. والارهاب وسينة وتركيا. هنخش بقى في الاشاعات والتشاقم والتفاقل. ولا هندرها بالسحر والشعوازها. انا مش عارف. يعني مفيش حاجة بتتقال حلوة. انت جاي يا رجوز بتخدم مصلحة صفقة القرن. لكن الحملية مش هتمش.